تشارك هيئة التراث السعودية بأنشطة متنوعة في فعالية مرجان صيف البحرين حيث قدم جملة من الولش التدريبية المرتبطة بالتراث السعودي الأصيل نعم تأتي هذه المشاركة بهدف تسليق الضوء على الموروث الشعبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتراثية الثقافية وأهمية إبرازه للأجيال القادمة قصص وحكاية تراثية ورش عمل تدريبية أفلام وصور مرئية شاركت بها المملكة العربية السعودية في مهرجان صيف البحرين وذلك لإبراز مواقع تراث المملكة الثقافي لما تتمتع به المملكة من إرث تاريخي غني نسبة لنا هنا كورشة عمل بالنسبة للأطفال نعلمهم كيف بداية صناعة الهوري أو اللنش أو كده نعلمهم البداية اللي شفناه في الأطفال لا هو يبغي يتقدم يبغي يحط شراع ويبغى فيهم اندفاع إلى هذا التراث وراث الآباء والأجداء طبعا ينجزوا عمل وما شاء الله تركيز في العمل وقد جاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات صيف البحرين انطلاقا من أهمية هذا المهرجان على خارطة المهرجانات الثقافية في المنطقة ودوره اللافت في إبراز التراث السعودي من مختلف الجوانب والذي يعقس قيمة الفنون الصخرية والتعريف بالنقوش وأهميتها نوصل التراث من خلال هالقصص اللي احنا نسويها ونعرض صور لما وجدوه الأثار له العلماء السعوديين ما وجدوه من آثار مملكة البحرين يعني ما شاء الله ولا إله الله احنا أهل ونسائب ويجمعنا كل شيء بين الشعبين يعني الورش التدريبية التي قدمتها هيئة التراث السعودي أثرت المهرجان وساهمت بتعريف الأطفال بالجوانب المتعددة للتراث السعودي وما يحمله من إرث حضاري متميز جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المهرجان بعدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات ووراش العمل المرتبطة بالتراث الثقافي للمملكة بهدف تعريف الجمهور بتراثها الغني وتعزيز التبادل الثقافي بين المملكتين الشقيقتين خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة